اهلا بكم قال قائد القيادة الامريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي ان ايران تحول دون التواصل لحل الازمة في اليمن واضف ماكينزي في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان ايران تمثل التهديد الاكبر للمصالح الامريكية في الشرق الاوسط وامن المنطقة مشيرا الى ان هذا التهديد يمتد من وكلائها في اليمن الى العراق وسوريا ولبنان وحتى الحدود مع اسرائيل واضح ان السعودية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الحوثيين الذين يملكون مسيرات وصواريخ بفضل ايران قالت الامم المتحدة انها ستواصل البحث عن مزيد من الاموال تمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن واضح المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفن دوجاريك ان الامم المتحدة اتلقت 30% فقط من المبالغ المطلوبة للاستجابة الفعالة للازمة الانسانية في اليمن واشار الى ان البرامج الانسانية في اليمن تواجه نقصا غير مسبوق في التمويل بما يؤدي الى تقليص واغلاق المساعدات المنقذة للحياة اعلن مجلس التعاون الخليجي استضافة مفاوضات يمنية يمنية نهاية مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض معبرا عن امله في ان تستجيب كافة الاطراف لهذه المبادرة قال امين وعامل مجلس نايف الحجرة في مؤتمر صحفي ان المفاوضات ستجرى بين 29 من هذا الشهر وحتى السابع من الشهر المقبل موضحا ان ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة ولتأكيدا على ان الحل بأيدي اليمنيين وبيّن الحجرة فان المشاورات ستناقش ستة محاور بينها عسكرية وسياسية وتهدف لفتح الممرات الانسانية وتحقيق الاستقرار كما تهدف لاطلاق عملية سياسية شاملة تحقق السلام المنشود التقى وكيل اول محافظة حضر موت عمر بن حبريش بمدينة المكلة فريق خبراء من مجلس الامن ومكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة البحرية قال وكيل اول حضر موت لفريق الخبراء ان الزيارة تعكز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الاستقرار ودعم المؤسسات الامنية والعسكرية القيام بمهامها في مكافحة عمليات التهريب والجريمة من جهتها اوضحت منسقة مجموعة الخبراء داكينشي روانتيكا ان زيارة فريق الخبراء الدوليين الى حضر موت تتعلق بعملها تحقيق السلام والامن وتقديم المساعدة لقوات خفر السواحل وتقييم دورها وتعزيز مهامها في مكافحة التهريب والجريمة البحرية قتل طفل ووصيب اخر من عائلة واحدة في انفجار لغم ارضي زرعته ميليشي الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء مصادر محلية اكدت مقتل الطفل حسين محمد البرماني البالغ من العم 16 عاما واصابة الطفل حسين صالح البرماني 13 عاما بجروح ما ادى الى بتر قدمه جرى فجار لغم ارضي زرعته ميليشي الحوثي في وادي راح بمديرية الزاهر آل حميقان نهاية الموجاز الى اللقاء